السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني اكتوبر طبعا القمر اليوم موجود بالعقرب والساعة 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش رح ينتقل القمر ويصير في برج القوس طبعا القمر بما انه موجود بالعقرب زي ما حكينا لغاية الساعة 37 دقيقة مساء بده ينتقل لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس حتى تمام الساعة 51 دقيقة من فجر يوم الجمعة 20 لينتقل بعدها القمر لبرج الجدي القمر الان موجود في منزلة القلب وهي منزل للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشولى وهي منزل للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعا القمر بما انه موجود بالعقرب لغاية الساعة 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش فمعناته بظل هاي الفترة ما منعرف الحل الوسط جميع الابراج طبعا في تصرفاتنا وفي علاقاتنا يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا منتواصل مع الغير يا منقطع العلاقات بيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة مع الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل عاطفية او ضغط عاطفي لانهم ممكن ينفجروا عند اي مواجهة او كلمة او انتقاد من الاشخاص اللي حواليهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التعمين او الضريبة او البنوك او قراءة الرواية او مشاهدة في المغامرات وايضا اتخاذ قرار مهم لشراء او استئجار او بيع منزل اما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا اول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين الشمس وبين زحل هاي الزاوية زاوية بطيئة اليوم رح تبدأ تأثيراتها طبعا تأثيرها من اليوم 17 عشرة ولغاية يوم 31 عشرة ذروتها يوم 24 عشرة الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا بسبب هاي الزاوية برضو القدرة على تحمل المسئولية وابتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطن والحسب الواجب او هذا الشيء ممكن يساعدنا على النجاح برضو بتدل على ارباحا طريق المعاملات العقارية وممكن انحقق نجاح في العمل والعلاقات الجيدة بتكون مع الاباء اما دوليا فهي بتدل على اهتمام حكومة ما بمؤسسات الدولة وكذلك مجال الصناعات التقيلة والقطاع الفلاحي وقطاع التحديد والمناجم واستقرار في البورصة والقيم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس طبعا هاي الزاوية ذروتها ساعة خمس صباحا بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فينفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتجعلنا سريعين تأثر عنيدين غريبين الاطوار وممكن يتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي او في العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة وهذا الشيء ممكن يعرضنا للفراق بالعلاقات الموجودة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين نيبتون هذه الزاوية ساعة 11-19 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل هذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورمانسيتنا وبتمنحنا كفاءات لخصوصا الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الفن او الروحانيات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث ايجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية الساعة 43 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وابتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 3 و43 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 7 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج القوس هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدأ بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل ما للعمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار الساعة 7 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينج القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج القوس عشان هيك بنبدأ من ساعات المساء نشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وبنلتقي بأناس أكثر سعادة نتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا وطاقتنا العالية بيتحول تفكيرنا العالم الفلسفي والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات يمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحم الماء أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة التسعة ودقيقها مساء بتوقيت جرينج من واجه مصاعب عرقيلة بتطلب منها أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض لشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة بنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقض والعنادة ميالين للكآبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عنا من الآن ولغاية ساعات المساء اللي هي الأعضاء التناسلية المستقيم شرج الإحليل ودى التناسلية المبيض لبرستاتا عظم العنى والجينات أما من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم طبعاً ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن يعني إذا كان في مجال أجلها اليوم كمان بيكون أفضل ولكن إذا كانت الطراريين ما في أي مشكلة ولكن نحذر الأعضاء اللي ذكرناها يعني نحاول ما نعمل أي عمليات جراحية إلا إذا كانت الطرارية بالنسبة لهذا اليوم طبعاً زي ما حكينا الأمور التجميلية يعني ما زالت أحرجة شوي خليها ابتداء من يوم الغد بصير الجو أحسن لعمليات التجميل ولكن اليوم ما بنصح في هذا الموضوع بالنسبة له إزالة الشعر الزائد لا يصلح بالنسبة لقصة الشعر الزائد والقصة الشعر التجميلي والصبغ وهذه الأمور برضو لو أجلناها لبكرة بكون أفضل بالنسبة للقمر بما أنه موجود أو رح يتواجد في برج القوس من ساعات المساء والأيام القادمة فخلو المسار القادم رح يبدأ الساعة السبعة ودقيقة مساء من مساء يوم القميس بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة وحدة واربع وخمسين دقيقة فجراً اللي هو فجر يوم الجمعة لا يستقر القمر بعدها في برج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاث أيام في تمام الساعة ستة وعشر دقائق صباحاً بصير عمره أربع أيام نسبة الإضاءة عشرة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العقرب وبدأ ينتقل لبرج القوس ورح يضل في القوس ليوم عشرين عشرة منتحس بنسبة خمسة عش في المية عطارد في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة منتحس بنسبة خمسة عش في المية الزهرة في العذرة حتى يوم ثمانية احداش سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في العقرب حتى يوم أربع وعشرين احداش سعيد بنسبة خمسة عشرة المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم واحد وثلاثين اطناعش منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم أربع داش منتحس بنسبة خمسة عش في المية ورنس في الثورة بيتراجح حتى يوم سبعة وعشرين واحد منتحس بنسبة خمسة في المية ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم ستة اطناعش منتحس بنسبة خمسة عش في المية وبلوتوف الجدي حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمسة عش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسي في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء وحاول أنك تتقبل آراء الآخرين بدون أي تحفظ لغاية ساعات المساء وممكن تنشغل بمعاملة أو ملف أما من ساعات المساء طبعا تنشط في مجال السفر والاتصالات البعيدة وكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن ولكن الأجواء جيدة وإيجابية وأفضل من الأيام الماضية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم يحمل فترة من التوتر ما زال لغاية ساعات المساء وتعتبر من أكثر أيام الشهر ضغطا لأنه أول إشي القمر ما زال موجود مقابلك تماما فبدك تحاذر أي مشاكل أي خصام ما تعادي أحد الجنة بالخلافات كليا لأنه خصمك قوي وطباعك مش هادئة وهذا الشيء رح يجعلك خاسر أما من ساعات المساء فهنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بترتاح اليوم لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال والالتزامات ولكن بدك تذكر أن القمر بد يصير مقابلك تماما فحاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما نصل لفترة المساء وحاول أنك تراعي ظروفك الصحية بتعيد ترتيب الأوضاع وبتتحسن الأحوال أما في ساعات المساء فالقمر بصير مقابلك تماما ترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم وحاضروا من الخلافات وحاولوا أنكما ضخم الأمور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بظل في فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز من الآن ولغاية ساعات المساء فعشان هيك تضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من المواجهة أو من المبادرة الأجواء مناسبة للتلاقي تعارف الحب الغرام تعتبر فترة جيدة فيها كثير من الحضوظ الداعم لا إلك أما من ساعات المساء فهنا القمر بصير في بيتك السادس بدك تنتبه لصحتك أكثر يبدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بينها تأثر على استقرارك ابتنهمك بحل مساء العائلية أو شخصية وممكن تبدو قلق أو تتدمر لأقل إشارة أما في ساعات المساء فهنا بتبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتقوموا بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبروا عن رأيكم فوضوا بجراءة اليوم تتميز بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول من الآن ولغاية ساعات المساء أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ولكن ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك فحاول قدر الإمكان إنك ما تتوتر برج الميزان بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك حاول إنك توظف أموالك بشكل حكيم وممكن تحصد بعض الأرباح من جهة جنبية أو غريبة من الآن ولغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بتنشط في مجال السفر والتنقلات والاتصالات ولكن بتكون أكثر وعيا على الطرقات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات من الآن ولغاية ساعات المساء وممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير يعني فترة ممتازة جدا أما من ساعات المساء وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن مشتريات غير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتكتبعدوا عن المغامرات وعن الرهان عن الحظ ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم شيء أنه ما تجازفوا بسلامتكم فترة فارغة من الحظوظ لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك كل ما اقتربنا لساعات المساء اللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة بيزول تدريجياً أما من ساعات المساء بتمتلقوا نشاط وحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب بضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً تعتبر هاي الفترة فترة من الآن ولغاية ساعات المساء فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية لاقتناس الوقت المناسب لإعلان رأيك أو للحصول على موقع معين تفاعل مع المسؤولين بمرونة جداً إلى غاية ساعات العصر تقريباً وحاول اتمم كل الأعمال المهمة والضرورية أما من ساعات المساء فهنا القمر خلص رح يوصل لبيت متاعبك فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أهمش أنك ما توقع على عقد ما تحسم أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بتكونوا تحافظوا على هدوءكم حاولوا أن تضبطوا أعصابكم يبعدوا عن المشاكل قدر الإمكان وما تشوهوا سمعتكم بتصرفاتكم لأنها هاي فترة مهمة من الآن ولغاية ساعات المساء بتمتحنك فأهمش أنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك أما في ساعات المساء وما بعد فهو أنا بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار من الآن ولغاية ساعات المساء بتكون هاي الفترة فيها نشاط أو بتكون نشط جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة أما من ساعات المساء وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اتجنبوا الخلافات واسعوا لتلطيف الأجواء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه